من القهرة ينضم إلينا سيد محمد الخامري رئيس تحريص صحيفة إلاف اليمنية أهلا بك سيد محمد كيف يبدو الآن تطورات الوضع في محيط المطار؟ هل بالفعل تم السيطرة على مطار الحديدة بشكل كامل؟ أم لازل هناك اشتباكات في محيط المطار؟ وما هي الخطوة التالية بعد هذا التقدم الجاري؟ أهلا وسهلا الأختي الكريمة بالنسبة للأخبار الواردة من محافظة الحديدة وتحديدا من مدينة الحديدة تقول أن القوات المشتركة والمقاومة الموجودة هناك سيطرت على المطار تماما وبدأت بعض فصائلها أو بعض تكويناتها وتشكيلاتها العسكرية بالتوجه إلى بعض المناطق المحيطة بالمطار ما بعد المطار باتجاه المدينة تحديدا بعض المناطق التي عرف عن الحوثيين بأنهم يعتقلون الناس فيها كالقلعة القديمة في مدينة الحديدة وفي صوامع الغلال في مطاح البحر الأحمر وبعض المناطق القريبة من المطار أيضا أعتقد بأن المرحلة القادمة الآن قلال الساعات القادمة أو ربما غدا أو بعد غدا هي تحقيق الهدف من معركة الحديدة وهو السيطرة على ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيس والوحيد أيضا للحوثيين للبقاء على اعتبار أنه مدخل أو يؤدي لهم دخلا كبيرا من خلال الجمارك ومن خلال أيضا الدعم المالي الذي يأتيهم من خارج اليمن بالتزامن مع المعارك الدائرة الآن في الحديدة نحن نعلم منذ يومين كان هناك زيارة للمبعوث الأممي مارتين جريفث إلى صنعاء في محاولة لإقناع الحوثي بالعودة للعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية بالإضافة طبعا إلى الانسحاب من الحديدة هل هناك أي أنباء إلى أين وصلت هذه المساعي وهذه الجهود هل جرى لقاء مع الجانب الحوثي والمبعوث الأممي أم لا هل هناك أي تفاصيل بالنسبة للتفاصيل الواردة من صنعاء بأن هناك العديد من اللقاءات عقدت مع شخصيات قيادية في جماعة الحوثيين لكن لم يرشح إلى الآن بأن المبعوث الأممي استطاع أن يلتقي بعبد الملك الحوثي زعيم هذه الجماعة أعتقد بأن الغاية النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الإقليمي والدولي وعلى رأسه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن الهدف الرئيسي من معركة كسر العظم الموجودة حاليا والقائمة حاليا في مطار الحديدة ومدينة الحديدة هو من أجل إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المباحثات السياسية والقبول بالتسوية السياسية والمصالحة العامة وصولا إلى السلام الذي ينشده اليمنيين في جميع أنحاء العالم اليمنيين الذين تعبوا في الداخل والخارج ينشدون السلام ويشدون على يد التعالف والإمارات العربية المتحدة تحديدا التي أعلنت هذه الغاية السامية وأعتقد بأن المبعوث الأممي إلى هذه اللحظات يعمل جاهدا من أجل إرساء أو من أجل هذه الغاية النبيلة وعلى الحوثيين أن يرضخوا لذلك سواء بالسلم أو بالقوة شكرا جزيلا لك سيد محمد الخامري رئيس تحرير صحيفة إلاف اليمنية من القاهرة اشتركوا في القناة